اشتركوا في القناة او خلونا نقدم الاول اجندة تدريسية تدريبية لعناصر الحلقة بتاعتنا النهاردة هنتناول فيها ايه عنوان الدرس الرئيسي بتاعنا هنتكلم عن انواع الاساسات وطبعا زي ما انتوا عارفين الاساسات عندنا او زي ما بنشوف في الطبيعة وحابب بس انوه في البداية قبل ما نتكلم في العناصر ان الحلقة بتاعتنا النهاردة حلقة مميزة جدا 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 ليه لان هي هنتكلم فيها على الشقين الشق العملي اللي حضرتك ممكن تقابله في الواقع واللي بتشوفه كل يوم في الحياة العامة بتاعت حضرتك او الكلام اللي هنتكلمه بشكل نظري كله بيكون قائم على الواقع وكلنا كطلبة بنشوفه في البيوت اثناء عملية الانشاء للمباني او الانشاءات الخرصانية يبقى النهاردة باذن الله عناصر الدرس بتاعتنا هنتكلم عن انواع الاساسات وانواع الاساسات طبعا زي ما احنا عارفين لست عندنا نوعين اساسات سطحية ودي طبعا اغلب التنفيذ او اغلب المباني والمنشآت اللي هي مهيش ذات طبع خاص يعني اللي هي ملهاش احمال معينة كبيرة تتطلب انشاء نوع اخر من الاساسات بنستخدمها وبنشوفها كل يوم في حياتنا العادية الاواعد والسنلات واللبشات وانواع اللبشات وانواع المباني الهيكلية والحوائط الحاملة كل ده هنتكلم عليه النهاردة وده كله بنشوفه في الواقع بشكل تقريبا 90% من ايامنا الحياة اليومية كل يوم بنشوف انواع الاساسات السطحية وبنتعرض لها في عملية الانشاء اما النوع الاخر هو الاساسات العميقة وده طبعا بيستخدم فيه المباني ذات الطابع الخاص او المباني اللي بيقع عليها احمال كبيرة جدا وتتطلب نوع خاص من انواع التأسيس وده هنتكلم عليه ان شاء الله في الحلقة القادمة انما موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة هو انواع الاساسات ونتكلم عن نوع الاول منها وهو الاساسات السطحية هنتناول فيه الاساسات السطحية انواع طبعا الاساسات لانه بتنقسم الى مجموعة من الاساسات طبعا زي اساسات الحوائط الحاملة اساسات الحوائط الساندة اساسات اللبشات اساسات طبعا المباني الهيكلية كل دي انواع هنتكلم عليها واساسات كمان الخرصانة سابقة التجهيز او الاعمدة سابقة التجهيز بتتطلب نوع خاص من الاساسات عشان أقدر بعد كده أركب الأجهزة دي أو الأعمالة دي على الأساسات سابقة التجهيز عشان نقدر بعد كده يحصل عملية ربط ما بين الأساسات سابقة التجهيز والعناصر الهيكلية اللي هجبها من بره بتكون سابقة وجاهزة بربطها بطريقة معينة في السميلات أو الأساسات اللي احنا بنجهزها عشان تستقبل الخرصانة سابقة التجهيز ده العناصر ملخص كده للعناصر بتاعتنا النهاردة ان شاء الله محتاجينك تكون قاعد دقق معنا مجهز الورقة والألم ليه؟ لأن احنا هنتكلم في عناصر الدرس بتاعنا وأثناء مرورنا في عناصر الدرس بتاعنا هنتكلم أو هنتعرض إزاي جزئية السؤال ممكن تيجي في العنصر أو النوع اللي بنتكلم عنه من أنواع الأساسات دي إما طبعا بقى سئلة صح وخطأ أو أذكر أو أكمل يبقى كل جزئية بنقدمها لحضراتكم وبنستعرضها زي ما هنشوف كمان شوية في الإصلاف بتاعنا هنتناول كمان طريقة السؤال بتيجي في الجزئية دي إزاي؟ حابين إن شاء الله نعبر بيكم بر الأمان بإذن الله إن شاء الله مع مزيد من التوفيق والنجاح والتقدم في ظل مصرنا الحبيبة بإذن الله خلونا نروح كده مع الإصلاف بتاعنا ونشوف بولا الشرايح بتاعتنا هتتكلم عن أنواع الأساسات ونستعرض مع بعض ونشوف هنتناولها إزاي مع بعض أول حاجة طبعا أنواع الأساسات هنتكلم عن لازم أكون ملم وعارف أنواع الأساسات بتنقسم إلى إيه ودي طبعا من غير ما أتكلم هي نقطة سؤال ليه؟ لأن قبل ما أتكلم خلص وقبل ما نبدأ أهو دي نقطة سؤال مقطة تساؤل ممكن أقول لك أذكر أنواع الأساسات أو تنقسم الأساسات إلى نقط ونقط فطبعا هنا زي ما أنت شايف في الشرايح بتاعتنا أو في الشريحة بتاعتنا يقول لي تنقسم الأساسات إلى أساسات سطحية وأساسات عميقة يبقى أنا عندي نوعين أساسيين من أنواع الأساسات أول حاجة يقول لي هنا الأساسات السطحية وهي دي اللي احنا نتكلم عليها النهاردة هنتناولها بالشرح مع كمان شرح بالتفصيل لعناصر المكونة والمبادئ الأساسية في تصميم الأساسات السطحية هنا تعريف طبعا الأساسات السطحية لأنه برضو ده مقطة سؤال وموقع سؤال وارد جدا جدا ييجي فيه سؤال فأقول لك عرف الأساسات السطحية أو ما هو المقصود بالأساسات السطحية فأتقول لي هذا النوع من الأساسات يكون فيه التأسيس على أعماق قريبة من سطح الأرض وطبعا أحبائي لو بنلك الدوق على الجزئية دي أساسات سطحية هي طبعا من الاسم واضح التعريف أو التعريف أبسط في أبسط صوره أنه هو الأساسات التي لا تتطلب بعدا أو عنقا أكثر من إيه من سطح الأرض واضح من اسمها أساسات سطحية يبقى على سطح قريب من سطح إيه سطح الترب نرجع كده ده التعريف الخاص بالأساسات السطحية وكده عرفت التعريف بتاعها أو ما هو المقصود بها أنواع الأساسات السطحية طبعا لها مجموعة من الأنواع واحد أساسات القواعد الشريطية وطبعا هنتناول كل نوع من الأنواع دي بالشرح والرسم وبالتفصيل النوع الثاني أساسات القواعد المنفصلة النوع الثالث التأسيس باللبشة اللي هي اللبشات بعد كده النوع الرابع أساسات لأعمدة سابقة التجهيز النوع الخامس أو النوع اللي بعد كده أساسات الحوايط السند أخلي بالك لأن دي نقطة سؤال برضو أن أنا ممكن أقول لك أذكر أنواع الأساسات السطحية أو تنقسم الأساسات السطحية إلى نقط ونقط ونقط يبقى دي محتاج انك انت تكملي النقاط فهتذكر الخمس نقاط اللي موجودة سواء بها اساسات سطحية او شريطية هيكلية الاعمدة اللي بشات هتقول الخمس انواع اللي موجودين وممكن اقولك من انواع الاساسات السطحية نقط ونقط ونقط وممكن اقولك من انواع الاساسات السطحية احط الخمس انواع وازكر فيهم مثلا وليكن اساسات العميقة او الاساسات المنفصلة أو حط أي مسمى تاني غير المسمات دي وقولك الإجابة دي قولي الإجابة صحة أو خطأ فأنت طبعا لازم لو أنت مذاكر وامتابع معنا دروس وحلقات القناة في التسلسل اللي احنا ماشيين به مع حضراتكم هتقدر تعرف وتلم بالعناصر اللي تكلمنا فيها في أنواع الأساسات فتبقى عارف أن أنواع الأساسات السطحية زي ما هي موضحة وعرضناها ونعرضها تاني كمان شوية نتكلم عليها بمزيد من التفصيل والرسومات عشان تقدر بعد كده ترسمها وتعبر عنها في الامتحان إذا جات في الامتحان كموقع سؤال وإذا قابلتها في الحياة العملية وأثناء التنفيذ تكون واعي وفاهم للمهارات اللي بتتم فيه هذه الأنواع وكذلك كل نوع فيديته إيه وبيستخدم إزاي والمهارات في عملية التنفيذ هذا النوع من الأساس ده طبعا هيجي منين هيجي من متابعتك لنا في الدروس بتاعتنا والحلقات المسلسلة في تخصص الخرصانة وبالأخص في مادة تكنولوجيا الخرصانة نرجع كده تاني للشريحة بتاعتنا آخر حاجة عرضناها اللي هي الأساسات السطحية وبتنقسم إلى خمس أنواع زم هم ظهرين أمام حضراتكم كده على الشاشة أول نوع الأساسات القواعد الشريطية وهنتكلم فيها كمان شوية وهنشوفها أساسات القواعد المنفصلة التأسيس باللبشة أو اللبشات أساسات لعملها سابقة التجهيز وأساسات الحوائط الساندة وعايز أقول لحضراتكم أن أغلب الأساسات دي كلها تقريبا بلا استثناء بنشوفها في الحياة اليومية في أثناء عملية التنفيذ بشكل واقعي يعني كل ده بنشوفه في الواقع بتاعنا ممكن الأعمدة أو الأساسات لأعمدة سابقة التجهيز تكاد تكون في مناطق محدودة وزات طابع خاص في عملية التنفيذ إلا أنها موجودة في الواقع بتاعنا طيب نشوف بعد كده هنبدأ بأول نوع اللي هو أساسات القواعد الشريطية وقد تسمى أساسات مستمرة ويستعمل هذا النوع من الأساسات عند إنشاء المباني ذات الحوائط الحاملة وتتم عن طريق حفر خندق في الأرض لكل حوائط من حوائط المبنى هنلقي الضوء على الجزئية دي ونستعرض كده موضوع الحوائط الحاملة لأن المستلح ده هنستخدمه كتير وحنسمعه كتير أثناء الفترة القادمة سواء في كمالة الترم الأول والترم الثاني وإن شاء الله بإذن الله في الصف الثالث هنتعرض لهذا المستلح كتير وهنسمعه كتير يعني حوائط حاملة ومباني هيكلية الحوائط الحاملة اللي هي كانت زمان ما بيعملش أواعد خرصانية عادية وبعدين خرصانة مسلحة وبعد كده بيعمل أعمدة ومية دوسيملات وكاميرات لا طبعا ده كان نظام اسمه نظام المباني بالحوائط الحاملة يعني بيجي يحفر خندق الخندق ده بكامل المكان أو المساحة اللي هيقاوم عليها الحوائط الخندق ده طبعا ما بيكونش زو عرض كبير بيكون يعني مثلا لو أنا الحائط 25 بيكون لا يتراوح أو لا يزيد عن من 40 إلى 60 سنطي على قد لو الطوبة هيبني على طوبة الطوبة اللي هي طولها 25 عشان يسيب رفرفة من الجنب اليمين ورفرفة من الجنب الشمال بكامل المباني أو كامل القواطيع زي ما بنسميها اللي هيقاوم عليها بعد كده الحوائط اللي هتشكل عندي شكل شكل المبنى وهتقسمه إلى غرف وحمام ومطبخ وصالة أو ما شبه إلى آخر ذلك طيب الحوائط دي بتبنى مباشرة على الميد أو الخنادي دي بتتحفر وبعمقه وعرضه معين زي ما قلنا بعد كده بتتصب خرصانة عادية وفي بعض الحالات بتتصب خرصانة مسلحة وده بيتقال عليها أواعد شريطية أو أساسات شريطية ومن اسمها باين إنها عبارة عن حاجة شريط يعني حاجة ممتدة معايا ومستمرة لأكثر من اتجاه ممكن تكون في اتجاهين أو ثلاثة أو أربعة تكون متقطعة الشكل أو في زاوية أو مستمرة زي مباني الأصوار أو ما شابه يبقى هنا بيبدأ بالخرصانة العادية بعد كده بيعمل خرصانة مسلحة جزء إذا حاب أو تطلب المبنى إنشاء خرصانة مسلحة طيب إذا ما تطلبش بعد كده بيعمل إيه بيعمل حاجة كده جزء من المباني إحنا بنسميه الجزء اللي هيتريدن يعني بيطلق عليه قصة الردم القصة الردم ده أو قصية الردم ده طبعا المصطلح ده مشهور ومستخدم بيتبني على طوبة يعني بعرض 25 سنط بيجي بعد كده الراجل المالك بيعمل عملية تردم للجزء ده الجزء اللي تردم ده على بعضه بنطلق عليه سفل أو ارتفاع منسوب أرضية البيت عن الشارع ده اسمه السفل بتاعي الجزء ده بيتريدن والمنطقة اللي تبنت دي كلها على بعضها كده اسمها قصة المباني لو بصينا كده مع بعض ونوضحها به الرسم عشان برضو تكون سابتة في أذهانكم ونقدر بعد كده لأننا ممكن أقولك ارسم كروكي لعملية تصميم أو تنفيذ القاعدة الشرطية لحائط أو مبنى من المباني فتكون قادر وعارف إزاي بتتم عملية رسم الشكل لو أنا عندي الشكل بتاعنا هنتوقع يعني أو هنقول هنفترض أنه هو ده خندة الخندة ده عبارة عن ميدة أو زي ما بنسميه يعني بيطلق عليه ميدة أو سميل عبارة عن قاعدة شريطية كده خلي بالك لأن المصطلح ده هتشوفه بعد كده كمان شوية وهيبقى مكمل معاك لو هنرسم وعايزك تكون عارف عملية القطاع لو أنت حابب تقول أن الرسم ده مكمل معاك فطبعا أنا ما بوصلش الخطين دول ببعض أنا بسيب بينهم فراغ زي كده وباخد الخط ده أن الرسمة مكملة ولكن أنا مش محتاج الجزء الثاني دلوقت لأن ده عبارة عن رسم ايه رسم توضيحي زي كده بعمل كده ده اسمه الخط القطاع طيب ده بيبقى عبارة عن الخندة الخندة ده ميدة الميدة ده ممكن بيتراوح عرضها تقريبا بتصل من 40 إلى 60 من 40 سنطي إلى 60 سنطي ليه لأن لو أنا افترض أن أنا حابني هنا هائط معروف أن الآلب بتاعي أو الطوبة بتاعتي مقاسة 25 لو أنا هرسم لها كده منظور اهو بيبقى طولها كده 25 سنطي فعرض كده 12 سنطي في الارتفاع 6 من 100 طبعا ايه ملي يعني 6 سنطي اهو بيبقى ده الطوبة بتاعتي فمن الطبيعي أن يكون أنا بأسس هنا فلازم يكون العرض بتاعي لما جابني مش هابني على نص طوبة وخاصة كمان أن المبنى ده عبارة عن ايه هوائط بنظام اهو عشان تبقى عارف الفرق بنظام الحوائط الايه الحوائط الحاملة يبقى ده كده ماهوش مبنى هيكلي الأصد في الموضوع كده أن المبنى ده هيطلع عبارة عن كله ايه عبارة عن جدران يبقى ده الاساس بتاعه أو الخندق اللي احنا تكلمنا عليه فيه الشريحة ودي عرض الطوبة وبالتالي فهو بيبني الطوبة كده لو ده المدمك الاول ثم بعد كده بيبدأ زي كده الشكل التاني اهو بيبدأ في عملية رص رص الطوب في الخندق ده بعد الاساس بتاعه لو الاساس ده اساس خرصانة عادية لو هو طبعا هينشئ عليه بعد كده خرصانة مسلحة لو انا عملت قطاع في الخندق ده بيظهر بالشكل اللي قدام حضراتكم ده كده بيبقى لها ده عرض الخندق وليكن مثلا 40 سنط او الميدة احنا بنسميها ميدة الميدة دي بتكون في الارض محفور لها في الارض وده لو وش الارض بتاعي اهو بالشكل ده كده ده هيبقى منسوب وش الايه وش الارض وكل ده عبارة عن حفر بنطلق عليها حفر لانه بيكون تحت تحت الارض بيملة طبعا الجزئية دي كلها بتبقى عبارة عن خرصانة عادية وده الرسم او الانديكيشن التهشير بتاع الخرصانة العادية اللي لما بشوف الرسمة دي كده بالعلامة دي بعرف ان دي عبارة عن خرصانة ايه خرصانة عادية ما هو فيه لغة حوار ما بين اللوحة وبين حضرتك اثناء عملية الايه عملية الاستخدام بعد كده بتيجي على طول لو انا هستخدم او هيعمل المبنى ده هيتحمل احمال زي الطابع خاص او زيادة هنا بلجأ ان انا بعمل خرصانة مسلحة بتكون اعلى الجزء اللي هو الخرصانة العادية وده التهشير بتاعها عبارة عن خطوط ميلة كده كل واحد ملي معنى ده زي الخريطة كده بتاعت الجغرافيا اللي ما كنا بنعملها زمان المعنى ده قدامي ان ده عبارة عن خرصانة مسلحة يبقى انا كده ده خرصانة عادية بنفس فوقه خرصانة مسلحة بيجي بعد كده قصة الردم اللي هو الجزء الخاص بالمباني ويعلمة المباني او رسم المباني بتيجي كده ده المسمى اللي قدام حضراتكم ده او الشكل اللي قدامكم ده يقصد به ان ده عبارة عن مباني بالطوب طبعا ده كده سطح الارض اهو يبقى هنا كده هيبقى وصل ليه منسوب سطح الارض الجزء بقى على بعضه ده اللي هو بناه تحت الارض مباني بس بيطلق عليه اهو قصة الردم يبقى الجزئية جزء المباني ده اسمه قصة الردم ده كده ملخص سريع للجزء الخاص بالمباني بنظام الحوائط الحاملة عشان لما اجي بعد كده استخدمها او انا عارف بتتكون من ايه واستخدمها ازاي طبعا انا هنا اتكلمت عن شريحة خندق جزء من خندق او من شريحة ليه لو انا بستخدم صور او ببني صور بنظام الحوائط الحاملة لو انا هبني المبنى الكامل البيوت اللي بتاعتنا القديمة كلها ولو انا بنش بالنظام ده دلوقت هيكون عندي عبارة عن تقاطعات التقاطعات دي بيطلق عليها في السوق وفي المصطلح العلم بتاعها عندنا في المواد الهندسية القواطيع القواطيع دي بتكون طولية وعرضية ممكن تكون على شكل حرف ت او حرف زائد او بتكون زاوية او مستطيلة فلازم اكون عارف ان انا مش بس هرتبط بالاواعد او السميلات او الخنادق اللي هي عبارة عن مستطيل بكامل الطول في اتجاه عيد اللي لا ممكن تقابلني تقاطعات صالة حمام مطبخ اكتر اقل يبقى ده عبارة عن كلها اسمها ايه كلها قواطيع كل القواطيع دي المباني دي بتأسس تحتها خندق او بتحفر بكل كل اطوع من دول في المكان بتاعه بيكون اسفل بتاعه في خرصانة عادية عبارة عن ميدا او زي ما بيطلق عليها في الشريحة بتاعتنا خندق الخندق ده بيتصب بكامل عرضه بارتفاع معين بيبدأ بعد كده يبني عليه اذا تطلب الاحمال او تطلبت الاحمال او طبيعة المبنى انه يعمل جزء من الخرصانة المسلحة اعلى الخرصانة العادية بيعمل كمان ميدة تانية او جزء تاني من الخرصانة المسلحة ثم بيعلق جزء من المباني وجزء من المباني ده بيوصله لسطح الارض بيتسمى قصة الردم ثم بعد كده بيبدأ يكمل المبنى بتاعه في حالتين طبعا في الحوائط اللهيكلية في عملية البناء انه هو ممكن بيطلع على نص طوبة زي ما بنقول او بيطلع على طوبة وبعض الاماكن ذات الطبع الخاص برضو بيبدأ فيه الاواطيع الطويلة او احنا خلاص اتفقنا على المصطلح ان الحيطة الطويلة بتاعت دي او الحوائط بيطلق عليها ايه اواطيع يبقى الاواطيع الطويلة دي ممكن بيبنيها على طوبة والاواطيع العرضية الصغيرة اللي هي ما بين الطرقات ومشابه اللي هي مش عليها حمل او ضغط او ماش زات اه مسافة طويلة بيبنيها على نص طوبة ليه ليه طبعا ده بيكون الاساس فيه او الهدف منه العملية الاقتصادية في المبنى عشان يكون طبعا مشروع ناجح برضو بدرس العملية او الجانب الاقتصادي بتاع نرجع تاني كده للشريح بتاعتنا ونشوف هنا بيقول لي اه اتكلمنا عن الاواعد وهذا النوع من الاساسات هذا النوع من الاساسات عند انشاء المباني ذات الحوائط بيستخدم يعني للحوائط الحاملة وتتم عن طريق حفر خندق في الارض لكل ايه حائط من حوائط المبنى وده شكل من الاشكال الهندسية الجميلة جدا اللي بتوضح لنا الاعدة الشرطية او الاساس الشريطي خلي بالك ان مش كل الاساسات الشرطية والاواعد الشرطية بيتبني عليها حوائط حاملة وان كان وان كان يعني هنقول مثلا الاغلبية او بنسبة 70% الاواعد الشريطية بتستخدم للحوائط الحاملة ولكن لها استخدام اخر ان هي بتستخدم ايضا او ممكن نقول بتجمع اكثر من عمود واكثر من اعدة خرصانية مسلحة على اعدة واحدة شريطية طب انت بستخدم الاعدة الشريطية او الاساسات الشريطية خلي بالك للمباني الايه مباني الهيكلية مباني الهيكلية يعني ايه يعني اعدة عادية بعدين اعدة مسلحة بعدين عمود ده كده على بعضه بيسامة مباني هيكلية اما المباني بنظام الحوائط الحاملة طبعا ده اللي اتكلمنا عليها من شوية وشفنا امتى بقى نرجع للسؤال بتاعنا امتى انا بستخدم الحوائط او الاعدة الشريطية في المباني الهيكلية نبص كده مع بعض طبعا لها نظام هنوضحه به الرسم مع بعض كده لها نظام في عملية الاستخدام وتستخدم لما تكون المساحة اللي عندي هنفترض ان انا عندي دي مساحة التأسيس وليكن انا عندي المبنى زي ده كده ده جزئية اهو الجزئية دي ارض المشروع او المبنى اللي انا اه هبني عليه البيت بتاعي واعمل فيه الاساسات بتاعت وليكن ده الموقع العام بتاعي اهو ولو لاحظت ان انا اثناء عملية التنفيذ لقيت ان ايه في التصميم في التصميم لقيت ان الاواعد قريبة من بعض بمعنى ان المهندس اللي صمم او المصمم شاف ان الاواعد هتكون قريبة من بعض يعني مثلا انا محتاج هو شايف ان لازم يتكون هنا فيه قعدة وهنا يكون فيه قعدة والمسافات ده قريبة جدا من بعض يعني وليكن كده بالشكل ده كده تمام ومثلا هنا قعدة وليكن كده قريبة خلص كده يبقى في الحالة دي هيعمل ايه لازم يستعيد عن الموضوع ده لان الفرق اللي ما بين الاواعد وبعضها فرق ايه فرق صغير جدا مش محتاج او مش مستاهل ان انا طبعا ايه اسيب الفرق ده لان الفرق ده كمان ممكن بعد كده يعمل معي مشاكل كمان بيكون فيه صعوبة فيه عملية تشكيل الجنب او الفرم الخرصانية اللي اثناء عملية تنفيذها في الجنب دي لان المسافة طبعا بتكون ديقة وبالتالي ما بتسمحش بمرور العامل او الفني اللي هيستخدم المكان ده عشان يقدر ينفذ الجنب هنا ويعمله عملية التقويات الخاصة بالجنب ده والجنب ده وبالتالي هيبقى فيه مشكلة هنا ممكن اثناء عملية رمي الخرصانة في القاعدة الجنب ده يفتح معايا والخرصانة يتم هدرها في جزئية دي نظرا لضيق المكان او الفراغ اللي موجود ما بين القاعدتين يبقى في الموقع بتاعنا او في المشروع صفة الاواعد دي او جنطة الاواعد دي بالمصطلح الدارج في الموقع لو الجنطة دي على بعضها كده قريبة من بعض يبقى انا في الحالة دي بعمل حاجة اسمها قاعدة ايه قاعدة شريطية يبقى كده الاواعدة هتبقى قاعدة شريطية وبيجي بعد كده عليها الاواعد المسلحة احدد بقى كل اعدة مكانها او برضو بما ان الاواعد العادية هتكون قريبة من بعض اذا المسلحة برضو بنفس الشكل هتكون قريبة من بعض يبقى في الحالة دي اقدر اعمل كمان اعدة مسلحة يعني دي لو اعدة شريطية عادية هيكون عليها كمان اعدة مسلحة ايه اهو شريطية كده مسلحة ثم بعد كده بحدد اماكن الاعمدة لو انا بصيت كده بالراس خلينا دي عادية عادية هيجي بعد كده قاعدة شريطية كده مسلحة اهو مسلحة ثم بعد كده بحدد الاكسات الخاصة بمواقع الاعمدة بتاعتي او اماكن الاعمدة وبعد كده بيطلع طبعا بيطلع اشاير الاعمدة الحديد التسليح يعني من الجزئية دي بتكون طلعة معايا طبعا من الاعدة الشرطية مربوطة في حديد التسليح الخاص بيها كده وبتبقى دي اماكن الاعمدة اذا هنا الهدف من الرسم ايه انا اوضح لك انه مش بس شرط الاواعد الشرطية تستخدم للحوائط بل بتستخدم ايضا في المباني الهيكلية ولكن خلي بالك بقى من الكلمتين اهو ما انا اكتبهم ولكن تستخدم امتى عندما تكون المساحة المتبقية اهو اللي هتتبقى بين القواعد مساحة ايه مساحة ضيقة او لا تسمح بمرور الايه العامل لاجراء الشدات والتقويات اعمال الشدات والتقويات الخاصة بجنب القاعدة من الخرصانة المسلحة يبقى انا كده عارفت ان انا لاننا ممكن اجيبها لك سؤال وارد جدا اقول لك في سؤال اذكر متى يتم استخدام الاواعد الشريطية او الاساسات الشريطية في المباني لايه المباني الهيكلية او تستخدم الاواعد الشريطية للمباني نقط ونقط رغم انك انت ممكن تكون وصلاك المعلومة ان الاعداء الشريطية دي بتستخدم للمباني ذات الحوائط الحاملة فقط او زي ما بنقول عليها مباني بالسملات اللي هي العادية يعني لا انت لازم تكون عارف برضو ان انا اقدر استخدم الاعداء الشريطية في المباني الهيكلية اذا كانت المساحة الموجودة او المتبقية ما بين الاواعد وبعضها او الفواصل ما بين الاواعد وبعضها فواصل ديئة مش هتسمع عندي باجراء عملية التأويات اللازمة لجنب الاواعد وبالتالي ممكن يتم عملية هدر الخرصانة اثناء الرمي في الاواعد المسلحة طيب نبص تاني كده ونرجع للشريح بتاعتنا ونشوف رسومات وصور اكثر توضيحا لو بصت كده ده تقريبا حاجة تختلف عن الجزء اللي انا رسمته من شوية انك انت لو بصت هنا دي قاعدة قاعدة شريطية هي عادية عليها هنا ثلاث اواعد المساحات ما بينهم بتسمح لان طبعا الاساس او الاعدة الخرصانية المسلحة بتكون اقل في العرض من الاواعد والطول من الاواعد العادية وبالتالي ممكن وارد جدا ان يكون في مسافة ما تسمح ما بين الاعدة واختها او الاعدة والتانية تسمح للعامل انه يجري عمليات التقوية اللازمة للجنب ده في المنطقة الديقة وبالتالي خلي بالك هنا اعدة خرصانة عادية شريطية بتحمل عليها واحد اتنين تلاتة تلاتة اواعد خرصانة مسلحة منفصلة يعني هنا اواعد شريطية بتحمل اواعد خرصانية مسلحة منفصلة طبعا وكل عمود طالع من الاعدة بتاعته يبقى كده ده كمان شكل تاني من الاشكال عشان لو انت تعرضت له في الحياة اليومية او اصنع عملية التنفيذ تكون فاهم وعارف ان الاساس اللي تحت اسمه قعدة شريطية طبعا انا باستخدم امت لما تكون المسافات داية طب هو وارد او ينفع ان انا استخدم عليها اواعد هيكلية منفصلة اواعد خرصانية يعني منفصلة اه طبعا امت لما تكون المساحات او المسافات اللي موجودة ما بين الاواعد تسمح بذلك طيب دا شكل تاني برضو من الاشكال واللي بتوضح ان هو ممكن برضو تكون عندي عبارة عن شريط زي ما اتكلمت في بداية الحلقة الشريط دا قعدة شريطية طويلة ودايما دا الشكل دا بنائي بنشوفه في تصميم او تنفيذ الشدات الخشبية او اعمال الخرصانة الخاصة بالصور الاسوار يعني لو انت بصت هنا كده بتلاقي شوف اذا بيكون اساس شريطي طويلة طالع منه طبعا 3 اعمدة او 4 اعمدة او اكثر على حسب لانك انت لو بصت هنا كده دا اشار الاعمدة اللي طالع عندي اهو كل مكان من دول حيكون فيه تقريبا عمود الاعمدة دي طبعا ما بتشيل احمال او مش منوت بها ان هي هتشيل احمال وبالتالي الاساس اللي موجود تحتها اساس شريطي خرصانة عادية وممكن برضو يكون من الخرصانة المسلحة لكن الشكل اللي قدامي دا عبارة عن اساس لمبنى صور صور حيتم حولين او يحدد منطقة من مناطق البناء زي ما احنا شايفين كده انا حبيت اوريكم الشكل دا عشان تكون عارف انه برضو مش شرط انه يكون فوق منه خرصانة عادية في الاعدة الشريطية الاعدة الشريطية ممكن تكون خرصانة عادية بس خندق او ممكن تكون فوق سطح الارض زي كده بعد كده بيجي عليها الاعمدة وده طبعا في الحالة اللي ما هيكون فيها هيكون فيها المبنى مهوش زو احمال كبيرة او ملوش طبع خاص في عملية التصميم لو بسيت هنا المبنى اللي ناحية دي طبعا ده اساس شريطي ولكن عليه حائط وهنا اساس شريطي يعني قاعدة شريطية ولكن عليها مجموعة ايه اعمدة ده طبعا شكلين مختلفين وده الشكل تحت في عملية التنفيذ والاكسات او المحاور الخاصة بكل عمود طالع منها ليه الاشاير بتاعتها عشان بعد كده هيربط الحديد التسليح الخاص بالاعمدة عشان ما يبقاش طبعا الجنب كله عبارة عن مباني يحدث بعد كده عملية انفصال في الطوب او المدميك ما بينها وبين بعضها البعض لازم يعمل عملية فصل بالاعمدة الخرصانية طيب شوف الشريحة اللي بعد كده هتتكلم او هتكلمنا عن مبادئ تصميم اسس او اساسات القواعد الشريطية طبعا القواعد دي عشان يتم تنفيذها لها اساسات وليها قواعد في عملية التصميم المبدأ الاول لازم اكون عارف المبادئ دي لان وارد جدا انا اجيب لك في الامتحان سؤال بيقولك اذكر المبادئ الاساسية في عملية تصميم الاساسات الشريطية او القواعد الشريطية فتبقى عارف كل مبدأ من المبادئ دي هو ايه وبيتكلم عن ايه وكمان تقدر تعبر عنه بالرسم ان امكن بيقولي هنا المبدأ الاول هو العمل على زيادة عرض الحائط الملامس لسطح التأسيس حتى نضمن ان جهد التربة اكبر من احمال المبنى وإلا نتج عن ذلك حدوث هبوط للحوائط داخل التربة مع الاخذ فيها الاعتبار ان لا يقل بعد السطح العلوي لالاساس عن لالاساس عن سطح الارض عن خمس واربعين سطر خمس واربعين سنتيمتر لزوم الامان للاساس بتاعنا طيب الجزئية دي محتاجة مزيد من التوضيح ويعني الجزئية دي مصطر عشان مش قادرين نعبر عنها او مش قادرين نحفظها لان انا هنا في الحلقات بتاعتنا مش محتاج منك او انا مش هطلب منك انك انت تحفظ انا محتاج انك تكون فاهم ولما هتكون فاهم ان شاء الله تقدر بعد كده انك انت تعبر بطريقتك بما لا يتجاوز المضمون بتاعنا او نموذج الاجابة اللي مطلوب منك في التمرين بتاعك او في الامتحان طيب هنا بيقول لي بيقول لي ان هو كلما زاد عرض الاساس عرض الاساس لازم يلامس للسطح التاعي بتاع الاساس عشان عملية اجهاد يضمن يعني ان جهد التربة ما يكونش اعلى من جهد الاحمال اللي تقصى بالمبنى ما تكونش اعلى من جهد الايه جهد التربة وبالتالي تحدث عملية ايه انهيار ليه الاعداء او غرس ليه الاساس بتاعي فيه التربة طيب احنا الكلام ده كبير كده يا مستر ومحتاجين نشوفه بيه الورقة والقلم عشان يمكن تكون المعلومة في الصورة ابسط او يعني تقدي معنى اكبر نشوف مع بعض كده الشكل بتاعنا نوضحه بيه الورقة والقلم ونعلق عليه يعني هو يقصد ايه يقصد اننا لو انا عندي الاساس بتاعي كده هنتكلم ان ده قاعدة ايه من الاواعد ممكن تكون بقى قاعدة خرصانية عادية شريطية بس طبعا انا بتكلم عن الاواعد الايه الشريطية دي الاواعد الشريطية بتاعتي وعندي هنا هنقول اننا الجزء ده خرصانة عادية اهو يبقى المبنى بتاعي عبارة عن خرصانة الاساس بتاعها خرصانة ايه خرصانة عادية طبعا ده الرمل والدوائر الكبيرة دي مقصود بيها طبعا بظل الجزء من الجزء كده منها عشان المقصود بيها اوصل المعلومة ان ده عبارة عن ايه ده مثلا زلط واللي ده الرمل تقول ده على بعض اسمه خرصانة ايه خرصانة عادية عشان نكون فاهمين اللغة اللي موجودة عندي في الخريطة بتاعتي او في التصميم او التنفيذ بتاع طيب ده كده الاساس بتاعي هنفترض ان هو خرصانة عادية او فوق منه ما فيش مشكلة خرصانة مسلحة اهو كمان هنقول انه فوق خرصانة مسلحة اهو والجزء بتاعنا ده طبعا خلاص احنا اتفقنا انه بيتهشر كده كل اتنين ميلي عشان اعرف ان ده عبارة عن خرصانة ايه خرصانة مسلح يعني انا احاول ان انا اكبر الحائط بتاعي العرض بتاعه تحت وبعد كده ممكن اطلع فيه تدرج زي ما كده زي ما بنقول اهو فيه النهاية خالص بطلع بيه سمك الحائط لو انا هقول ان الحائط ده عبارة عن طوبة يعني طوبة طبعا اتفقنا اللي هي عرضها كان خمسة وعشرين سنتي طبعا يبقى اللي تحت هيبقى كام ممكن ابني على طوبة ونص يبقى تمانية وتلاتين سنتي ممكن بعد كده على اتنين طوبة يبقى خمسين سنتي وانت نازل كده عشان ايه اللي هيحدث هنا شباب من الطبيعي والمعروف ان الطربة هنا الارض يعني بتاعتي بتقاوم المبنى هنا فيه مقاومة بتتم هنا احنا ما بنشوفهاش ما بنحسهاش ولكن الموضوع ده بيتم بشكل مستمر عبارة عن مقاومة المقاومة دي اسمها مقاومة ضغط يبقى ايه بقى الطربة الارض بتضغط على المبنى ومن فوق نازل كمان ضغط الضغط ده عبارة عن ايه ضغط احمال صح كده يبقى فيه احمال واقعة على الطربة من المبنى بتاعي صح كده لان طبعا السق هي يلقي او يبعت الاحمال بتاعته على الكاميرات الكاميرات هتحمل على الاعمدة الاعمدة بطورها هتنزل على الايه الاواعد خلي بالك ان هنا بص كده لو لاحظت ان القاعدة كده بتقاوم عندك ضغط من الطربة واحمال نازل منين من فوق لو انا الاساس بتاعي ده الاساس بتاعي ده رفيع زي ما بنقول كده لو انا مثلا اعتبر ان ده الاساس ودي الاعدة بتاعته زي ما هنشوف كمان شوية في الشريح اللي جاي لو انا كده بالزبط وعملية التصميم اكتفى بكده او المصمم اكتفى بكده وما خلاش العرض الاساس بتاعي ده كبير زي ما قولنا كلما زاد عرض الاساس كلما قلد ايه جهد الاحمال الواقعة على الطربة بتاعته ويكون مقاومة الضغط ايه ما يكونش اعلى طيب ايه اللي هيحدث هنا الطربة دي او العمود ده عفوا العمود ده مع الضغط بتاعه بتاعي الاحمال اهو هيعمل ايه لنظر فيع وبالتالي حينتج عنه ايه ممكن يغوص في الطربة يبقى يحدث عندي عملية ايه عملية هبوط زي ما هنشوف كمان شوية في العمود بتاعي او الحائط اللي موجود طيب يا مستر انت عاوز توصلنا لايه بقى من المعلومة دي عاوز اوصلك ان حتى في الحياة العادية او اليومية بتاعتك واثناء عملية التنفيذ تكون عندك قاعدة سابتة ومعروف ان هو كلما زاد عرض الاساس خلي بالك انا مش هفرح قوي او بزيادة ان انت يزيد عمق الاساس بتاعك قد ما هفرح ان يكون الطول والعرض بتاعه وان كان برضو الارتفاع بتاع العمق التأسيس بتاعي له شروط خاصة وطبيعة ومقاسات استندر ما اقدرش ان انا ايه اتغاضع عنها وان كان برضو الطول والعرض بتاعي الاساس بتاعي كلما زاد الطول والعرض او مساحة بمعنى ادق بقى كلما زادت مساحة الاساس بتاعي كلما زاد توزيع خلي بالك بقى توزيع الاحمال الواقع عليها من الكاميرات والسقف طبعا بالترتيب ثم الكاميرات والاعمدة بيتم توزيع الحمل ده على مساحة اكبر من الطربة وبالتالي بطلاشة او بغض الطرف او كده ببعد عن ان يحدث هبوط ليه لان المبنى طبعا الاحمال متوزعة على مساحة كبيرة وبالتالي هيكون في عملية امان في الهبوط ليه لان المساحة كبيرة وبالتالي المبنى كله بيهبط معايا طبعا بالحد المسموح به في الكود المصري بتاعي في عملية التصميم وبالتالي ما يحدثش عندي شروخ زي ما بنشوف فيه بعض المباني او خلافه لان الطبيعي بتاعي ان المبنى كله لما يهبط مع بعضه كله بيكامله من اوله زي اخره زي الجناب زي الوسط كل المنطقة بتهبط معايا بعد اتنام عملية صب السقف والانتهاء كله ما بينزل مع بعضه بهبوط معايا المسموح به ده مسموح به ومحمود ليه لانه مش هيبان عندي انما الشروخ اللي بتظهر بتبان عندي ليه بتبان عندي لان جزء من المبنى هبط والجزء التاني ثابت وبالتالي حصل شرخ فيه ما بين الكاميرا او فاصل ما بين الكاميرا والعمود نتيجة هبوط جزء وجزء التاني ايه لم يتم هبوطه او استقراره هو ثابت وجزء من المبنى عمود اللي قعدة لتحته هبطت وبالتالي حصل شرخ فيه المكان بتاع العمود يبقى انا هنا كلما زاد عرض الاساس كلما زاد نساح التوزيع الاحمال على الطربة وخلي بالك ان الطربة بتونتج عنها او بيحدث عنها ضغط الضغط ده بيكون طبعا في عكس اتجاه الاعداء وكمان الاعداء من فوق عليها احمال يبقى فيه حمل من فوق فيه ضغط من الطربة لان الطربة طبعا بتقاوم انت بتضغط باحمال والطربة بتقاوم في الاحمال بتاعت في اتجاه عكس الاحمال ان ما كانش الاساس طبعا بمساحة معينة مساحة تسمح بعملية الوبوط او كسر في الاعداء زي ما نشوف كمان شوية في السلايد بتاعنا نرجع للشريح بتاعتنا تاني كده ده كان الجزء الخاص بالمبدأ الاول من مبادئ تصميم الاواعد وهنا شكل كده يعني كروكي هيوضح برضو وان كنا رسلناه ولكن هنا اكثر توضيحا بيتكلم عن شكل الاساس بتاع شوف كل ما كان الاساس عريض طبعا فيه تدرجه فيه العملية المباني بتاعتي بيسمح بتوزيع الحملة على مساحة ايه مساحة اكبر هنا بيقولك ان ده التصميم ده غلط ليه لان الحملة هو والحملة طبعا الاساس بتاعي لو انت لاحظت الاساس اساس رفيع ما عملش فيه التدرج ده او عرض سطح الاساس الملامس للمنطقة بتاعتي او للطربة او للاعداء الشريطية وبالتالي مع الحملة الطربة ما يدريتش انها تقاوم حصل عملية ايه هبوط الجزء ده طبعا غاص فيه الارض زي ما احنا شايفين امام حضراتكم كده في الشاشة طبعا المبدأ التاني بيقول لي هو ان لا يقل خلي بالك ده الجزء التاني او المبدأ رقم اتنين من مبادئ تصميم الاساسات الشريطية هو ان لا يقل عمق خرصانة الاساس هنا نتكلم عن السمك عن الجزء الخارجي للحوايط من كل جهة وإلا نتجة طبعا عن ذلك شرخ فيه قاعدة الاساس بسبب جهد القص الذي يحدث على زاوية كام زاوية 45 وزي ما انتم شايفين كده في الشاشة او اللي موجود امام حضراتكم برضو بيقول لك بيقول لي ان الجزء ده الجزء ده اللي موجود عندي ده من هنا من وش المبنى بتاعي لو انا هفترض ان ده الاساس خلاص اللي هبني عليه او هو ده الحائط بتاعي ان المفروض المسافة من هنا لحد هنا ما تقلش عن الارتفاع من هنا وليه لان طبعا اذا كان الاساس ده او المسافة دي قريبة ديقة يعني ايه اللي هيحدث مع الضغط بتاع الحمل بتاعي هينتج عنه انحناء في القاعدة زي ما انت شايف كده لو بصينا هنا كده اهو هيحدث عنه ايه عنده هنا جهد كسر عبارة عن كسر على زاوية 45 لان القاعدة بتقاوم انما الجزء اللي في النص ده هيروس معايا عشان طبعا الفرق ده الارتفاع بتاعي التأسيس بتاعي ده ده كله كده اسمه سمك التأسيس بتاعي اللي هو اسفل اللي انا هتكلم ده خرصانة عادية وخرصانة مسلحة يبقى الجزء ده على بعضه كده ما يقلش عن المسافة ما بين السطح الخارجي للحائط بتاعي والسطح الخارجي للعمق بتاعنا او سطح سطح الارض يبقى المقصود بيه ان العمق ده ما يقلش عن المسافة دي لازم تكون اللي اتنين قد ببعض فيه اثناء عملية اللي هي عملية التصميم ودي حاجة بتوضح بس عشان نقدر نقول فين العرض وفين الارتفاع بتاعي والسمك طبعا اللي هو مقصود بارتفاع الارتفاع الخرصانة او ارتفاع الاساس فرقنا ما بين الاتنين هنا لما يكون الاساس متدرج او كبير معايا دي مساحة اكبر هنا طبعا الحملة بتوزع على اكبر قدر من التربة وبالتالي بيحدث هبوط ايه امن انما هنا طبعا كان الاساس رفيع او اقل من المطلوب وبالتالي حصل عملية هبوط او زي ما يقول نزول فيه التربة دي الاساس بتاعي وبالتالي خلي بالك ان فوق هنا فيه كاميرا وسقف الجزء ده هينزل لتحت والكاميرا والسقف طبعا متعلقين هيحدث هنا فيه ايه شرخ ما بين الكاميرا وبين العمود وطبعا بنشوفه في اغلب المباني بتاعتنا ده الجزء طبعا الخاص بعملية انهيار او هبوط للعمود داخل سطح التربة لان الطبيعي ان يكون العمود ده على وش الايه وش الاساس هنا ما يكونش الجزء ده غاطس في التربة كده اتكلمنا عن مبدئين من المبادئ الاساسية في عملية تصميم الاواعد او الاساسات الشريطية المبدأ رقم ثلاثة بيقول لي عند عمل قاعدة قاعدة مستمرة اللي هي الشريطية يعني من الخرصانة المسلحة يجب وضع حديد التسليح الرئيسي دائما في الجزء السفلي من القاعدة وتسمى تلك المنطقة منطقة شد ذلك لان الحديد يقاوم جهد الشد بشكل اكبر من مقاومة الخرصانة يبقى ده المبدأ رقم كام ده المبدأ رقم ثلاثة وهنا هنوضحه بالرسم كده مع بعض ونشوف يقصد بايه هو هنا يقصد يقول زي ما احنا عارفين او درسنا في التكنولوجيا في الصف الاول ان عندي الخرصانة ولازم طبعا نكون عارفين مادة الخرصانة بتقاوم جهد الجهد ده اسمه جهد الايه جهد الضغط انما الحديد بيقاوم جهد عندي اسمه جهد الايه جهد الشد طب ده بيقاوم جهد الشد وده بيقاوم جهد الضغط طب الشد يا مستر هينتج فيه الاساسات ازاي لان الطبيعي انه يبقى عندي جهد شد في الكاميرات عشان الكاميرات بتكون على ركيزتين او اكثر وفي جزء منها بيمر ما بين الركيزة والركيزة بدون اي ركيز موجودة اسفله يبقى في جهد شد في المنطقة دي لو وضحناها كده ونشوف زي كده مثلا اهو لو انا عندي الركيز ركيزة هنا وركيزة هنا وكلما زاد البحر او المسافة بتاعتي بدون ركيز ايه اللي بيحدث هنا بيحدث انحناء الانحناء ده بيكون فين الاسفل اهو زي ما انت شايف كده وبالتالي حديد التسليح بتاعي الرئيسي في الكاميرات بيكون فين بيكون موجود تحت هنا كده عشان الحديد يقوم عملية الايه عملية الانحناء انما في الاساسات طيب يا ميستر بقى هينتج ضغط وشد ازاي طيب نبص مع بعض كده ونوضحها بالورقة والقلم عشان احنا اتفقنا طبعا ان احنا كل حاجة هنعملها بالايه بالرسومات لعلة وعسى طبعا تكون الرسالة في الصورة اكبر من الرسالة بالمعلومة الوردة من الكلام اللفظي نبصوا مع بعض كده لو انا عندي الجزئية دي هنعتبر ان ده اساس اهو لو نقول كده مثلا الجزء ده اهو نرسم كده اه ميدة كده مبسطة جزء لميدة كده منظور صغير كده ونقول ان ده هتكون اه ميدة سميل يعني اهو السميل ده من الخرصانة المسلحة او شدات زي ما بنسميه في بعض المباني الاسناء المباني الهيكلية لو انا بصت كده اهو ده الارتفاع بتاعي بتاع الميدة بنحاول طبعا ان بقدر الامكان يكون الشكل منتظم عشان المعلومة توصل بسهولة وتؤدي الوظيفة من الرسمة بتاعتنا لو انا بصت كده اهو ده هيكون الارتفاع بتاع السميل بتاعي لو بصينا كده مع بعض شوف ده الارتفاع بتاعي وده عرض الايه عرض السميل لو هي في كامرة الحديد التسليح بتاعنا انا عندي نوعين من الاسياخ سيخ كده اللي هو العدل اهو سواء طبعا علوي او سفلي ده اسمه سيخ علوي عدل طبعا الجنش بتاعه بيكون لتحت لو السفلي بتاعه بيكون العكس بتاعه بيكون ده اسمه سفلي عدل وعندي النوع التالت بقى والاساسي اللي هو حديد اسمه حديد مكسح او بنسميه حديد مكرب ده بيكون موجود بالشكل ده ده بيكون موجود فين. بييجي كده بيمشي معايا وبينزل في الكامرا. يعني انا ده سيب ده للسمل بتاعنا او الميدا اللي احنا بصداد شرحها. لو انا كده ده خليها ان دي كامرا اهي. الحديد المكسح بتاعي بص كده لو بصيت هتلاقي ماشي كده اوه. بعدين بيجي عند المنطقة دي لان المنطقة دي. لو بصيت ان هنا في ركيزة عمود. وهنا عمود. المنطقة دي اللي هينتج عنا بص كده انحناء اهو. انحناء مع الحمل لو انا ضغط عليها. الكاميرا دي هتنحني الاسفل. وبالتالي محتاجة حديد يكون الحديد كله اكتره ووجوده وتعزيزه يكون فين? فيه الجزء اللي هو الايه? الجزء السفلي. يبقى انا كده الحديد المكسح ده بينزل يدعم الحديد السفلي اللي موجود معايا تحت عشان العملية اللي ايه مقاومة جهد الايه? جهد الشد طبعا ده عبارة عن ايه? عبارة عن كاميرا ده شكل الجهد الشد فيها. انما هنا بقى هنا فيه جهد يطالع? اللي هو جهد ايه? جهد ضغط خلي بالك. جهد الضغط ده خاص بايه? خاص بالطربة لان الطربة كده بتضغط معايا من اسفل لاعلى يبقى هنا الجهد طالع معي من اسفل لاعلى عكس اللي كان موجود فين فيه الكاميرا كمان عنده هنا فيه حمل موجود نازل يبقى الكاميرا دي لو انت بسطل الكاميرا دي ايه اللي هيحدث فيها يبقى هنا مع جهد الضغط اللي موجود طالع من الطربة عملية الانحناء بتاعها هتكون فين هتكون لاسفل يبقى جهد الشد بتاعي فين هيكون لاعلى اسف يعني طالع كده الضغط طالع من تحت من الطربة لفوق وبالتالي هيكون الحديد هنا عكس هنا هيكون عكس هنا يبقى الحديد فيه السميلات بالذات المكسح هيكون مقلوب يعني شكل السيخ بتاعي لو هيمشي معايا هيبقى ماشي كده وبعدين بص كده هيطلع فوق اهو بعدين ينزل لتحت تاني وعشان يدعم الحديد اللي هو الايه بقى حديد الرئيسي بتاعي فيه الاواعد الشريطية دي بيكون فيه الجزء الايه فيه الجزء العلوي والسيخ بتاعنا هنا اسمه بكسح ده فين ده في الكاميرات اما فيه هنا كده فيه الميت بتاعنا او الاواعد بيكون اسمه سيخ بيطلق عليه كده وده الاسم الدارج او بيسموه كده الناس اللي تشتغل فيه حديد التسليح يقول عليه سيخ برميطة هو ده اسمه كده فيه السوق بتاعي ليه لانه معكوس بيكون شبه الطائية او البرميطة اللي بيستخدمها الراجل في حمايته من الشمس او الخواجة اللي احنا بنشوفها بتكون مقلوبة الفوق وبالتالي شكل السيخ هنا تغير في الاواعد الشريطية عن الاواعد او عقاسة الكاميرات بدل مكان التكريبة بتاعته او التكسيحة بتاعته لتحت في الكاميرات عشان يقاوم جهد الشد او الانحناء اللي هينتج من الاحمال هنا في الاواعد بتاعتي الضغط طالع من تحت الاعلى من الطربة لفوق على السميل اللي بتاعي وبالتالي لو بصت كده بصوا شايف بايه دي بتعمل ازاي هيحدث انحناء فيه الجزء العلوي للكاميرا او السميل الشريط ده وبناء عليه الجزء ده اضعف مكان فيه في السميل اللي بتاعي ازا شكل السيخ بتاعي هيجي كده المكسح ويطلع يعزز الاسياخ العلوية اللي موجودة فوق عشان ما يحدثش عملية ايه شد لحديد التسليح نتيجة للانحناء الانحناء ده نتج من ايه من قوة الضغط الناتج من الطربة في عكس اتجاه الايه عكس اتجاه الحمد يبقى كده احنا اتكلمنا عن المبدأ رقم تلاتة نرجع ليه الشريحة بتاعتنا او المبدأ رقم اربعة ونشوف المبدأ الرابع فيه عملية التصميم بيقول ايه بيقول في حالة الاحمال الكبيرة نسبيا لما يكون احمال كبيرة يجب مراعاة الانتقال خلي بالك من الحائط الى القاعدة الخرصانية بصورة تدريجية لتلافي حدوث كسر في القاعدة ويتم ذلك عن طريق عمل الصيات خلي بالك طبعا المصطلح اللي احنا اتكلمنا عليه في بداية الحلقة اهو جيه معانا متدرجة من نفس النوع الحائط طبعا بتحدد او بتحدد حسب اجهادات الطربة وذلك للتغلب على زيادة الاحمال ويسمى الاساس في هذه الحالة اساس متدرج هنشوف الصورة بتاعته وحنعلق عليها في عجالة لان للأسف الوقت معاكم بينتهي بسرعة لو بصينا كده عملية التدرجة اللي احنا اتكلمنا عليها ونتيجة ليه الاحمال بتاعتي ان انا ما حدثش عندي تدرج فيه الاساس بتاعي من الاصغر ثم الاكبر الاكبر وصولا ليه الاساس حصل هنا نتيجة كده ايه طبعا الحمل بتاعي او العمود غاص فيه التربة ونتج عن ذلك كمان نتيجة للمقاومة والضغط كسر فيه جوانب الاعداء زي ما احنا شايفين كده واتكلمنا عليها ودي طبعا اشكال بتوضح الحمل او مناطق الضعف اللي موجودة في الاعداء كلما زاد زادت المساحة بتاعتي كلما قال طبعا عملية هبوط التربة احنا بكده نكون اه وصلنا ليه نهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة على امل ان شاء الله اللقاء بكم في الغد القريب دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته